من دون عودة ومهدي سرباح هو الذي طالما ذاد عن عرين المنتخب الوطني بكل بسالة غادرنا اليوم وإلى الأبد رحمه الله غادرنا اليوم في صمت إلى الرفيق الأعلى المرحوم له بإذن الله مهدي سرباح أحد أساطر كما قلت الكرة الجزائرية واحد الأسماء البارزة التي كتبت اسمها بأحرف من ذهب سجل الكرة الجزائرية سواء مع النوادية التي لعب لها أو مع المنتخب الوطني من منا من لا يتذكر واقعة المنتخب الألماني ومنذي 82 مهدي سرباح يقادرنا اليوم كما قلت بعد صراع مع مرض عضال في صمت الرجل صاحب المواقف ووقف الرجل صاحب الشخصية البارزة واللطيف والمحبوب من طرف جميع من جاور هذا اللاعب سواء في أرضية الميدان أو خارجه كما قلت أجواء حزينة وصدمة في بيت العزاء عديد من اللاعبين القدامى من جيل ثمانينات للمنتخب الوطني قادموا إلى بيت الفقيد في درغانا بالعاصمة كما ربما لمواساة عائلة الفقيد وأبنائه في هذا المصاب الجلل كما كان لنا حديث مع ابن الفقيد مهدي سرباح الذي كان متأثرا بشدة وهذا أمر طبيعي لأنه فقد والده ونحن نعرف قيمة الآباء والأمهات على كل من المرجع أن الجنازة ستكون في مقبرة سيدي يحيى بالعاصمة مساء اليوم بعد صالة المغرب حسن طبعا أركز على كلمة مهمة قلتها محمد قريشي أن هذا الرجل رحل في صمت طبعا لم ينل حقه ولا حظه في الكرة الجزائرية بعد الكثير الذي قدمه للكرة في بلادنا ما الذي يمكن أن نقوله في هذا الشهن طحل في صمت رغم ما قدمه للكرة الجزائرية طيلة السنوات التي لعب فيها سواء للمنتخب الوطني أو في الأندية التي لعب بألوانها ما الذي ربما أبعد هذا الرجل الفذ في الكرة الجزائرية عن محيط الكرة الجزائرية خاصة في سنوات الأخيرة نعم حسام كما قلنا سابقا الرجل رحل في صمت وهو كان قليل الظهور ومحتشم الظهور في وسائل الإعلام في وقت ربما يتصدر جيل تمانينات أبلاطوهات الوسائل الإعلام والقنوات التليفزيونية مهدي سرباح كان بعيد كل البعد عما يحدث في الكرة الجزائرية إعلاميا أقول وليس ربما متابعه كان يتابعه عاشق لكرة القدم أكيد يتابع البطولة الجزائرية يتابع المنتخب الوطني هذا أمر مفرغ منه لكنه كان ربما قليل الظهور ولم يبدي رأيه في عديد القضايا الكروية لأنه وحسب المحيطين به وأصدقائه قال بأن المحيط الحالي محيط تعفن كثيرا كرة القدم أصبحت مهنة من لا مهنة له ومهنة الدقلاء الكل أصبح يسير الكل أصبح مدرب والكل كذلك أصبح محلل حسام لذلك الرجل فضل ربما الإبقاء على اسمه عزيزا غاليا كما عهده وكما عرفه الجزائريون خلال ما صاره مع المنتخب الوطني أو النودي التي لعبها لها لذلك لم يرد الدخول في المتاهات وما يحدث حاليا في الكرة الجزائرية والبطولة الجزائرية التي تعيش المهزلات والأخرى والفضائح تتولى على الكرة الجزائرية ذلك لهذا بقي اسم مهدي سرباح عزيزا وغاليا والكل ربما يعرف مهدي سرباح هو أشهر بلي الأمانة وليس نقول هذا ربما حتى ربما نرمي الورود السيد الرجل توفي الآن هو عند ربه نتمنى له الرحمة أكيد هو ربما من أشهر حارس مرة في تاريخ الكرة الجزائرية من منا لا يعرف مهدي سرباح كما قلت عديد من اللاعبين القدامى قدموا إلى بيت العزاء على رأسهم رفق الدرب عصاد الذي كان ربما من الأوائل الذين قدموا إلى بيت الفقيد في درجانة لمواساة عائلة الفقيد حسام نعم والله للأمانة تكلمت مع شعيب هاتفيا مع قاسي سعدا ديفيا ومع ربح ماجر هاتفيا وعصاد الذي ربما كان متأثر ولم يرد القول شيء الكثير كما قلت الكل تحت صدمة حسام الخبر وقع كصاعقة على زملاء وأصدقاء مهدي سرباح المرحوم له بإذن الله لذلك هي حالات أو دقائق الأولى من الصدمة الكل لا يريد أن يتكلم أما الكل يريد أن يستوعب الخبر أولا نتعرف فوق الصدمة الأولى ونتفهم أراء وموقف الجميع بدون شكل أن المصاب هو مصاب جلال هي موت ونعرض مرارة الموت ذلك الكل تحفظ للإدلاب بتصرحات حتى عائلة الفقيد تحفظت بتواجد عزيزة الكاميرا أمام المدخل الرئيسي للمنزل أو أمام البيت مباشرة لذلك ابتعدنا قليلا كما تتابع من خلف الكل رفض ربما تواجد وسائل الإعلام تحفظ لتواجد وسائل الإعلام وقالوا بأن الكل مرحب به في الجنازة من يريد أن يأتي إلى الجنازة بمقبرة سيديحيا بحضرة بالعاصمة الكل مرحب به في الجنازة لكن العدسات أو التصريحات أمام البيت فهذا مرفوض لحد الآن حسن محمد في عجالة فقط قبل أن أختم توفي في المنزل أم في المستشفى والله هو حاليا جثمان الراحل ليس في المنزل حاليا أبنائه ربما مع الإجراءات الأولية حتى ربما يأتوا بالجثمان إلى الميت وإلقاء النظرة الأخيرة قبل التنقل وفي حال ربما الانتهاء من كل الإجراءات القانونية كما نعلم قبل سلام الجثة للدفن في المقبرة وفي حال إنهاء كل الإجراءات ستكون الجنازة بإذن الله بعد صلاة المغرب في مقبرة سيدي إحياء بحيدرة إن شاء الله سنحاول أن ننقل على المباشر شكرا لكم مشاهدة الفاضل شكرا لك أولا محمد قريشي كنت معنا وعلى المباشر من درجان